المدرسة القرآنية فاطمة الزهراء الموذجان تحت هذا الشعار أقام منتدى الإمام الحسين عليه السلام الثقافي ووحدة المواكب الحسينية في ناحية الدبون بالتعاون مع العتبات المقدسة وهيئة الحجد الشعبي مهرجان الشهادة السنوي العاشر يحيان لذكرى شهادة سيدة نساء العالمين عليها السلام هذا المهرجان هو رسالة وبيعة إلى سيدنا ومولانا الإمام الحجة نحن سائرون خلف الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم بحياة هذه الشعائر وباتباع المرجعية قيمة هذا المهرجان بإدارة منتدى الإمام الحسين عليه السلام ووحدة المواكب الحسينية بالاشتراك مع العتبات المقدسة في العراق كان طبعا لمشاركة العتبات العباسية المقدسة دورا بارزا في تغطية الجوانب الإعلامية حقيقة ومشاركتها في معرض الكتاب وإدارتها لقسم من المؤتمرات قسم من المؤتمرات التي اتخلت في هذه المهرجان ليام السابق إلى ثلاثة أيام كان لحضور العتبات العباسية حقيقة الدور البارز في إيصال فكر مدرسة أئمة أهل البيت وتصديد ضوء على أهمية الاستفادة من قضية السيدة الزهراء ومشروع السيدة الزهراء الإصلاحي النهضوي الذي من شأنه أن يرفع بالإنسان إلى السعادة والأمان مهرجان تخللته فعاليات عديدة منها معرض للكتاب شاركت فيه العتبات المقدسة لا سيما العتبة العباسية المطهرة التي عرضت نتاجاتها الفكرية والثقافية إلى جانب تقديم عمل مسرحي ومقطوعات إنشادية تستذكر فيها مظلومية الزهراء عليها السلام ليختتم المهرجان بعد ذلك بتكريم ذوي شهداء من القوات الأمنية وتوزيع الشهداء التقديرية للمسهمين نحن حريصين على الاستمرار في قامة هذه المرجانات للنهل من نهج آل البيت لأن حقيقة هذا النهج نحن في هذه الفترة بأمس الحاجة له لإضافة ولتوعية الشباب وتوعية المجتمع للنهض بواقع مجتمعنا العراقي في هذه المرحلة للعتبة العباسية المقدسة مشاركات عديدة من ضمنها المشاركة في مهرجان الشهادة السنوي بنسخته العاشرة حيث كان لها الرعاية لهذا المهرجان من ضمن العتبات المقدسة التي ترعى المهرجان ومن ضمن الفعاليات المهرجان إقامة معرض الكتاب الذي شاركت فيه العتبة العباسية متمثلة بقسم الشؤون الفكرية والثقافية الذي شاركه بعدد من النتاجات الفكرية الخاصة بهذا القسم وكانت نتاجات نخبوية منتخبة مناسبة لهذه المناسبة بالإضافة إلى القراء والحضور الذين تواجدوا في هذا المهرجان وفي أروقة المعرض إحياء مناسبات أهل البيت عليهم السلام عمل دابت عليه العتبة العباسية المقدسة من خلال إقامتها فعاليات عديدة ومنها مشاركتها في رعاية مهرجان الشهادة السنوي بنسخته العاشرة الذي تستذكر في شهادة الصديقة الطاهرة عليها السلام في ناحية الدبون في محافظة وسط ترجمة نانسي قنقر